مرحبا سيد سعد مرحبا تيانا وسهلا نورتني نورك هذا الله يخليك سلام بداية انطباعك على المهرجان واليوم الدورة اللي يحييها للنجم العراقي محمد هاشم والله حقيقة اني اول مرة احضر المهرجان تكريم وفرحان جدا ليان صديقي محمد هاشم اتمنى للموفقية والنجاح واتمنى لدارة المهرجان النجاح ان شاء الله والموفقية لكل الفنانين طيب استاذ اليوم ما هي الرسالة اللي يقدمها الفنان العراقي بحيث يقدم صورة ايجابية وايضا ما هو التناغم الحقيقي ما بين المؤسسات الاعلامية وكذلك الفن العراقي والله هذا موضوع يعني يطول حديثة ويطول شرحة بسألنا نتمنى لصبحتين الاعلام والفنانين ان يقدمون شي مفيدة للمجتمع والضرف الحالي في البلد المربية وتأكيد المحبة والاخوة والصداقة طيب استاذ سؤال اخير وحضرتك وصحة وسلامة حضرتك ان شاء الله سلمك اذا حضرتك استاذ شنو الاعماد القادمة لشاشة العراقية والله انا دايما ما اسبق الاحداث بس لحد الان ماكشي بالافق